ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا ان ينضم الينا الاستاذة السحر الجبوري رئيس مكتب ممثل الانروة في القاهرة اهلا بحضرتك يا فاني اهلا وسهلا يعني حضرتك كنت احدى المتحدثات في الجلسة لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حضرها تحت عنوان المسئولية الدولية في اعادة اعمار مناطق الصراعات عايزين نعرف دور الانروة فيما يتعلق بهذا الشأن الانروة وكالة انسانية هي اقدم وكالة انسانية في الشرق الاوسط او في المنطقة عموما وهي قصة نجاح استمرت 72 عاما تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية والاجتماعية وايضا في حالات الطوارئ وتصحيح المخيمات وغيرها في خلال الحرب على غزة في شهر مايو المنصرم لجأ ما يربو عن سبعين الف نازح في تسعة وخمسين مدرسة تابعة للوكالة وفقد منهم ثمانتالاف شخص مقواه الوكالة عملت عادة تقييم سريع للأوضاع بعد الحرب من خلال نظام دولي أوسع ووضعت خطة شاملة لعادة الاعمار والتعافي السريع من أثار الحرب بناء على هذا ركزت على اللاجئين الفلسطينيين اللي فقدوا منازلهم أو تضررت منازلهم بشكل آخر راح ممكن يكون ضرر كبير أو جسيم أو طفيف بحيث أعانتهم على إعادة الاعمار إضافة إلى ذلك منشآت الوكالة نفسها تضررت خلال هذه الحرب فعملت أيضا على إعادة اعمار منشآتها وترميمها ونتيجة كما تعلمين الوضع في غزة ووضع إنساني حرج فهم بين نار الحصار وبين نار الحروب أضيف إليها براثن الجائحة التي يتهمت فلذلك الوكالة قدمت لهم عملت على تقفيف العبء الإنساني تقديم مساعدات غذائية وإنسانية ونقدية يعتمد الآن 1.4 مليون لاجئ فلسطيني داخل القطاع على المساعدات من الوكالة عرفها سكان غزة هم مليونين أكثر من مليون شوي فنسبة كبيرة من سكان غزة هم أصلا لاجئين فاعتمادهم على الوكالة اعتماد كبير زيادة هشاشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين زيادة عدادهم زيادة احتياجاتهم الإنسانية شكلت عبء على الوكالة لكن الوكالة تعول على المجتمع الدولي في أنه يعطيها ما يكفي من أموال وتكون مستدامة ويمكن التنبؤ بها لكي تتمكن من مواصلة أداء خدماتها وتقديم خدماتها اللاجئين الفلسطينيين عايزين نتكلم مع حضرتك أكثر عن أبرز التوصيات اللي جاءت بها الجلسة يعني ما طلبته أنا كممثل للوكالة هو مساعدة الدولة المصرية من خلال مبادرة رئيس السيسي لعادة عمار القطاع في مد يد العون للوكالة من خلال بناء فصول جديدة في مدارسها القائمة وذلك لكثافة الطلاب داخل هذه الفصول وعدم قدرتنا على التوسع وأيضا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال في مشاريع عادة العمار والوكالة مستعدة تيسر لهم ربط اللاجئين اللي بحثين عن العمل مع الحكومة Thank you so much مسي قدلنا حضرتك أهلا وسهلا شرفتونا يعني مشاهدينا كانت معنا الأستاذة صحر الجبوري رئيس مكتب ممثل الأنروا في القهرة شكرا شكرا